وانهزم على الارض مش انهزم مثلا نص ونص طيب لكن مين اللي خلّى إسرائيل اللي لا تتوسع ترجع تلم نفسها تيلي تفتكروا مين مين اللي خلّى إسرائيل بعد ما احتلت أراضي عربية وتوسعت ترجع تلم نفسها وتنسحب والارض العربية ترجع لصحابها يا ترى مين يا ولاد مين يا ولاد اللي انتو بتكرهوه وتلعنوه كل يوم هو منهجه وبسياسه السلام انوار السادات هو اللي رجع سينة فأوقف إسرائيل عن توسعها تدراش دروس في التوسع انتو اللي يسمع كلامكو هو اللي خلّى إسرائيل تتوسع يا جماعة يسر عرفات واتفاقية أصله بعد بقى فترة طويلة من الكفاح المسلح اللي بعد كده بقى سموه جهاد الإفاة الإسلاميين وهزائم تلوه هزائم وهي رد يعني تلوه بنهيارات فقال الأمر إلي اتفاقية أصله مين اللي رجع الضفة والقطاع اللي كانت إسرائيل مسيطرة عليها بشكل كامل هتقول لي أصلاح ألف وبيت ويجيم وأصلاح سيطرت ده اتفاق كان المفروض بعد كاما السنوات هيتطور فجه نتنياهو واليمين الحمساوي الجميل تطروا في الحمساوي الراعي بتاعكم اللي انتو أي حد يقول لكو أنا ضد إسرائيل تروحوا معا البيت عادي جدا فيش مشكلة خالص هم دولة اللي أجهدوا أصله إنما مين اللي رجع مليون فلسطيني أرضه كانوا برة لاجيين ومهجرين مين اللي رجعهم السلام يا حبيب أصلوا اللي تعباك دي قوي مين اللي حرر غزة أصلوا يا حبيب والسلام مين اللي استعاد غزة قبل ما ترجع حماس وتعمل الإجراء بتاع 7 أكتوبر اللي هو على هواكم قوي ده فتحتل غزة مرة تانية فتتوسع إسرائيل مرة أخر مصر إيه كانت محتلة بيروس سنة 82 مين اللي رجعها السلام اللي رجعها السلام طيب خدت الشريط الحدودي واتعملت مقاومة لبنانية بفصائل مقتلية بما فيهم عزب الله خرج الإسرائيلي من الشريط الحدودي مين اللي بيرجعه دلوقتي الحرب إيران زراع إيران يبا توسعيت إيه اللي بتتكلم فيها لم يقف ضد التوسعية الصهيونية إلا الذين رفعوا رايات السلم والسلام وانتصروا وكل الذين هاجوا وهياجوا الناس واهتاجوا وأعلنوا الحرب خلوا إسرائيل تتوسع وتحتل الأراضي العربية شيء رهيب لما أنت تبعيز تتعامل مع موقف الدول العربية وموقف مصر وموقف مصر تحديدا على إن وكأنه يشجع إسرائيل حين لا يشارك في مواجهتها في غزة وفي لبنان على التوسع وأنا بقولك إن السلام الذي عقدته مصر وتصر عليه مصر وتصمم عليه مصر هو الذي سوف يعيد مرة أخرى غزة لأبنائها وسوف ينتصر للشعب اللبناني وسوف تعود الأرض اللبنانية التي دمرت إلى أبنائها وشعبها حين نقرر أن السلام هو المنهج والوسيلة والوسيط الوحيد الذي نستطيع به أن نحصل على حقوقنا أما كل العنتريات حتى عنطر بنشدد ده يقول لك عند كلام عن تاري وكلام عن تاريات عنطر بنشدددك ده كان راجب يعني مش كان عن تاري بمعنى يقول كلماتين غالك عن تاريات ويقوم أقول لك القصيدة ويروح أو يخش المعركة فيتدك على دناغ أبوه فيرجع منكسر ومدغلغ لا عنطر بنشددددده كان يعني يقول هحارب فيخش يحارب وينتصر مش يرجع يقول لك عايزين هدنة وإطلاق نار ما كانش يعد في نافع بمنذة العنتريات بتاعيك ويعد لا يمكن بأي حل من الأحوال إن احنا نتكلم عن حل هذه القضية الفلسطينية عموماً أو للصراع العرب الإسرائيلي وإحنا نتكلم عن أن الحرب تبقى طريقتنا وطريقنا لأن احنا جربنا الحرب إحنا لسنا جبناء علشان لن نواصل حرباً من أجل نصر بالعكس شوف العربية والدول العربية الجوش العربية حربت حربت في 48 فتنكبت حتى حربت في 56 فانسحبت حربت في 67 فانقهرت حربت في 77 فانتصرت انتصاراً مدوياً وأقبت ذلك سلاماً وبالمناسبة حرب اكتوبر جاية 6 اكتوبر ذكراها ومحاولة هؤلاء المتلاعنين إن هما يشوهوا أو يشوشوا أو يجرحوا في خرب اكتوبر هتستمر لأنه بقولك هو مش عداء هو مش هو طول الوقت هوس مرضي وعقيدة ملوسة وتخشب فكري وزهني وجمود سياسي وانفصال عن الواقع فلازم في الآخر ما باش في حاجة يعني يستطيع أن يقدم بها انصافاً لأحد وأقصى حاجة بقى يستخدموا التعبير بتاع الأستاذ هيكل الشهير اللي هو أصل الإدارة السياسية الحرب اكتوبر خزلت الجيش وخزلت الحرب ومع احترام الشديد لأستاذي وأستاذ أسدتنا الأستاذ هيكل هذا كلام محض افتراء ومحض يعني ظلم ولا يقامس الحقيقة بطرف أصبع وكلام متقال للخصومة السياسية وتصفيت الحسابات زي ما احنا بنعاني كده برضو من اليسار اليسار عندي مشكلة جبارة انه في 47 وافع على قرار التقسيم فلسطين ما بين اسرائيل وفلسطينيين فيبدو نعودة الزنب دي ما صار عليهم جيلا وراجين يعني يعني عايز أقول لكم دي أسكى حاجة خدها اليسار المصري من يوم ما شوفنا 1027 او الحزب الشوعي او الحزب يعني هنري فوريل نحنا أصد مشهد مؤلم وقاصي جدا مش في هذا الكلام البله اللي بيقولوا خصوم الدولة المصرية او خصوم السلام او الذين يعني يعتقدون انهم بيدفوا عن فلسطين بالتحالف مع اسلاميين وظلاميين وتكفريين ده الموقف مرعب في ده مش في قصوة الحرب وفزاعتها وشنعتها ولا في إجرام وإرهاب الجيش الإسرائيلي ولا في وحشية الإسرائيليين ولا في إجرام نيتنياهو المشكلة في طريقة التعامل مع كل هذا الإجرام بأن احنا بنعظم الهبل والجنون والهرتلة والهراء اشتركوا في القناة